السلام عليكم و أهلاً و سهلاً على كل حبيبي من وريني دائماً أسرة قناة هالة من وعيد حبق بمبدأ الفيديو و قالوه طبعاً رمضان كريم كل سنة و أنتو طيبين يا حبيبي قلبي و يا ربي نعاد عليكم الأيام بالصحة والخير والعافية طبعاً النهاردة و معنا أحداث مسلسل ملوك الجدعانة الحلقة الخمسة تعالوا نشوف إيه اللي حصل بقى في المسلسل ملوك الجدعانة الحلقة الخمسة طبعاً هما عمر سعد و مصطفى شعبان اتحبسوا في الحلقة دي تعالوا نعرف إيه التفاصيل و نعرف إيه اللي حصل بالزبط منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل ملوك الجدعانة على قناة MBC مصر جذب أنظاري كثير من المشاهدين و شهدت أحداث مسلسل ملوك الجدعانة الحلقة الخمسة حرباً من نوع آخر بدأت أحداث مسلسل ملوك الجدعانة الحلقة الخمسة بموت الفنان يوسف شعبان ويلعب دور عم حكيم بعدما تلقى تعنى قاتلة ولم يسعف الحظ الأصدقاء سفينة ويجسده دور الفنان مصطفى شعبان وسرية ويلعب دور الفنان عمر سعد لإنقاذه يعني ما أدريش أنهما ينقذوا عم حكيم فبمجرد تفكيرهم في الاتصال بالإسعاف حضرت الشرطة وألقت القبض عليهم باعتبارهم سبب مقتل الرجل العجوز وتصارعت وطيرة أحداث مسلسل ملوك الجدعانة الحلقة الخمسة إذا حاول سفينة وسرية إثبات براءتهما ونفي التهمة عنهما بالإبلاغ عن زاهي العتال ويلعب دور الفنان عمر عبد الجليل ولكنهما فجأة بوكيل النيابة يخبرهم أن العتال في لندن منذ شهرين وفقا لبيانات مصلحة الجوازات طبعا هما تفجأوا ما كنش يعرفوا أسطن الكلام ده حقيقي ما كنش يعرفوا أساسا وبعد المعلومات السابقة تأكد الأصدقاء من الكمين الذي أعد لهما ووقعهما في الفخ الذي نصب لهما العتال مم عونت عنطر ويجسد دوره الفنان وليد فواز حيث قام الأخير بقتل عم حكم طبعا الفنان اللي هو وليد فواز ده قتل عم حكم عشان طبعا العتال هو اللي كان أيله أعمل كده يعني عشان ينتأم من سفينة وسرية لما فعلاه معه من تأييده وتكميمه في الحارة وسرقة الحقيبة التي تحتوي على الهاتف على الهاتف مهم للغاية هو ألماص طبعا احنا كنا قبل كده حبيبي الحقيبة اللي كانت الشنطة اللي كانت معهم ديها كان فيها ألماص كتير وكان فيها تليفون مهم جدا كان عليه حاجات مهمة جدا فجدان دلال عبد العزيز لوعيها وفور معرفة عطية اللي بتلعب دور فنانة دلال عبد العزيز بأن ابنها سرية جريل قبض عليه مع سفينة بتهمة قتل عم حكم فقدت وعيها لتقف بجوارها ابنتها نجلاء وتلعب دورها الفنانة راني يوسف وفات وتقوم بدورها الفنانة ياسمين رئيس وعلى جانب آخر وقعت نجلاء في أزمة كبيرة مع زوجها ناصر حيث باع عفش الشقة من أجل الإنفاق على الكيف دي كانت نهية الحلقة يا حبيبي والسلام ترجمة نانسي قنقر